كابتل معتمة جمال بعد المباراة في المؤتمر الصحفي قال حققنا الهدف والحمد لله على المكسب والأهم الحصول على الثلاث نقاط في بداية المشوار في دور المجموعات كنت أتمنى النتيجة تكون أكبر ولكن المهم هو الحصول على الثلاث نقاط وتحدث هو بيولو اللي هو تكلم مع اللعيبة قبل المباراة وقال إن البداية مهمة جدا وكان الفوز النهاردة مهم جدا قال كمان إن فريق أبو سليم الليبي قام بتغيير طريقة اللعب واعتمد على التكتل الدفاعي مما أدى لصعوبة المباراة وقال إن هو غير طريقة اللعب بين الشرطين دخل قط اللبس بعد الشرط الأول وقال مع اللعيبة ورح منزل سامسون ورح منزل عمر جابر وغير طريقة اللعب بيلعب أربعة تلاتة اتنين واحد وبدأ حتى التغييرات نزل سامسون في الثمنتاشر وكان جنبه يوسف أوباما وبعدين بعدها بشوية في الدقيقة 65 رح منزل ناصر مانسي ده اللي عمل أنا من وجهة نظري هو ده اللي عمل التفوق الهجومي أو الوجود الهجومي لنادي الزمالك فبيقول إن كابتر محتمد يعني بيقول إنه بعد ما الزمالك اتأخر في تسجيل الهدف إنه هو نزل ناصر مانسي واعتمد على سناء هجومي في وجود أوباما وقدر أوباما يسجل هدف وجود ثلاث مهاجمين ينادي الزمالك داخل مانطقة الجزء أنا كنت بقول بقى من وجهة نظر يعني أنا أنا كنت متوقع سيناريو المطش من قبل ما المطش يبدأ أنا عارف إن فريق أبو سليم اللي بي حتى كان اللي الزمالك نهى بيه المطش كان لازم يبدأ بيه تشكيل اللي الزمالك نهى بيه المطش كان لازم يبدأ بيه إن هي دي الطريقة الوحيدة اللي تقدر تخلي الزمالك يتواجد ويبقى عنده فرص ويبقى عنده كسافة هجومية داخل الثمانطقة قال كمان كابتن معتمة الجمال قال إن الشيكابال لعيب كبير وأي مباراة بيشارك فيها بيقدم إضافة كبيرة وبتكون فعاليته أكبر لما ببدأ حتى بيه المباراة في التشكيل الأساسي وقال دايما بنحاول نعالج الأخطاء والسلبيات اللي بيقع بيها الفريق مثل مثلا التزديد على المرمى وقال إن يعني هو مبسوط جدا من المكسب النهاردة ولكن المكسب كان مهم جدا وأهم من الأداء في بداية المشوار أوباما كمان بعد المباراة قال بشكر جمهور الزمالك على المساندة دايما وهدفنا التتويج بالكونفدرالية أوباما بيعيش أفضل أيامه مع نادي الزمالك من بعد ما رجع من السعودية ويعني ما شاء الله أوباما عمل ماتشات كويسة ومؤثر جدا وخلي بالكوا أوباما أنا فاكر ماتش سولار الجيبوتي لما الزمالك كان خسران 1-0 وكسب 4 أوباما كان نزوله في المباراة دي مهم جدا أوباما كان نجمل ماتش بتاع فريق مباراة سولار الغيني والجيبوتي وكان من أهم الأسباب اللي خلت نادي الزمالك يكسب المباراة والنهاردة كمان بيسجل هدف حلو هدف فيه مهارة على فكرة مش أي حد بيعرف يلعب بدماغه كده مش أي حد يقدر يعمل التايمينج التوقيت اللي أنا أروح وأقطع وأطلع أخذ خطوتين وأعمل جنب وأرجعي وأوجه بدماغي وباما من اللعبة اللي بتلعب بدماغه كويس النهاردة الهدف بتاع الزمالك ده صعبة جدا مش سهل أقطف تكره إن واحد طلع كده لعب بدماغه وخلصه خبطت في دماغه وجول النهاردة هدف رائع كرة عملت الكورنر مش عاف زيزو اللي عمل الجماعة بس عشان ما غلطش زيزو صاح اللي عمل الضربة الركنية وأوباما اتعملت عزاوية القريبة وتعملت في ارتفاع كمان كرة مش راطية كرة عالية عزاوية القريبة أوباما لو تتفرجوا على الجول ضرب سبرينت وخد خطوطين ورح عامل تيكوف أو الارتقاء وطلع بدماغه ونط ووجه عب دماغه في الزاوية البيت فجول صعب مش سهل لكن أوباما عنده الكفاءة اللي هو يقدر يجيب أهدف زي دي إنه هو مميز بضربات الرأس والهدف فيه أكتر من مهارة المهارة الأولى التوقيت القرار اللي أنا أقطع على الزاوية القريبة والتايمينج اللي أنا أنط فيه أو أطلع وارتقي اللي أستقبل الكرة في وقت ما هي ترفعت في المكان ده وأوجه بدماغه دي مهارة مميزة جدا وعالية جدا من وبما زي الجنب ساعة محمد عبد المنعن لو نفتكر في مطش الوداد في نهاية أفريقية شبيه ليه بس جون حلو جدا ودي بتبقى مهارة إن فيه لعيبة بتقدر تشتغل بالضربات الرأسية بشكل كويس جدا منهم طبعا يوسف أوباما وكان قبل كده بقى نجمة مصر كابتن جمال عبد الحميد كان يعني كنت بعد أتفرج عليه أحسن واحد كان بلعب بدماغه في مصر كابتن جمال عبد الحميد بلعب بدماغه رائع فيعني هدف حلو الأوباما وبحي أوباما بقوله حافظ يا أوباما على مستوىك الفترة الجاية إن شاء الله إن فيه نقطة حيث أتكلم فيها يا جماعة بشلاقي إن يوسف أوباما دايما مظلوم فيها أوباما ما بيروحش المنتخب خالص مش عارف ليه يعني من فترة كبيرة أوباما متقلق مع الزمالك وقبل كده قبل ما يسافر السعودية كان بفترات كبيرة جدا بيكسر الدنيا أوباما يا جماعة لازم ياخد فرصة إن هو يروح منتخب مصر دي برضو نقطة غريبة جدا يعني ساعات أوباما بيبقى من أفضل اللعيبة في الدور المصري أو من أفضل اللعيبة كمستوى وما بيروحش المنتخب مش عارف إيه السبب لكن أتمنى إن أنا شوف يوسف أوباما في منتخب مصر لعيب مميز جدا بيشتغل في أكتر من مركز في الملعب وما يقدر يلعب مهاجم صريح يقدر يلعب جناح يقدر يلعب رقم عشرة يقدر يلعب تسعة ونص تسعة ونص يعني مهاجم صائد تحت المهاجم الأساسي أو المهاجم رقم تسعة عنده حلول وجوكر وعنده مرونة تكتيكية في الملعب لكن سبحان الله مش عارف بلاء إن أوباما ما بيتمش اختياره لمنتخب مصر أتمنى إن أوباما يمشي بنفس المستوى ده معنادي الزماني خلال شهر 12 ده وميستر فيتوريا يبص له بصة إنه أوباما يستحق الفرصة إن يكون موجود في منتخب مصر كابتن معتمي الجمال قال لك مفيش راحة بكرة الزمالك على طول في التدريبات استعدادا لمباراة مودرن فيوتشر يوم الأربع في بطولة الدوري فالزمالك حيرجع النهاردة بسكندرية من برج العرب وبكرة يستقنف تدريباته على طول عشان استعداد لمباراة فيوتشر